اه احنا كده لايف? والله ما عرف. بدأنا لايف ولا لسه يا شباب? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. هبعد شوية عشان ما خدكوش. السلام عليكم. اي بس حد هيقول لي ان احنا لايف هبتدي على طول. اي اول واحد شاف. كده احنا لايف تمام. اه طمنوني على الصوت وهبتدي معاكو على طول. النهاردة حبابي. النهاردة حبابي. كل مرة كده. هنحاول بس ان اه اكتايل. تمام. اول واحد. عمر علي. منور يا عمر. حبيبتي الرحمن. ده انت اللي منورة. يلا نبتدي. اللايف النهاردة عنوانه انا هنا عشان اخفف عنك. تمام? انا عايز اقول لكم ان دي افضل كلمة تتقال للانسة في فرحها. في غضبها. في بعدها. لو عامل مصيبة وعايز كده وعايز تيجي تراضيها. خاطب المشاعر. ليه دايما? تاني. تاني بكرر ما هو عص التكرار بيعلم الشطر اللي شبهي وشبهكم. ايه اللي يخلي المرأة كلام زوجها وكلام حبيبها? زوجها طبعا نتكلم في الحلال ما عندناش ناس حرام. ما تكونش جعب الخمر اللي مش معدولي. غليكم ركزوا معايا مرة. اللي يخليها تحط كلامه جوه عنيها. وتحط هو جوه عنيها. لما الكلام يخاطب المشاعر. انا هنا في الدنيا عشان اخفف عنك. معناها ايه? معناها انا الامان بتاعك. انا مش بس حبيبك ومش بس زوجك. انا كمان هخفف عنك. انت عارفين يعني يا سدي قول ينوبكو سوا بيقولك ايه ما هو عامل ما بيقولش ما فيش افعال. طب يعني لا افعال ولا اقوال ابتدوا بس بالقول وان شاء الله بعد كده المخ هيصدق فيفعل الفعل. انا هنا في الدنيا عشان اخفف عنك. كلمة تشيل حمل جبال من على كتاف المرأة. كلمة تخلي زوجتك تحطك جوة عنيها وتشعل راسها عمنا حواية كده وحطاك تجرسها. انا هنا معناها ايه? معناها الامان. ده اول حاجة. حتى بس كده عشان نبقيدي على الكلام اللي هيزعل. انا لازم ازعق. انا وما زعقتش. النقطة التانية. اه كتبت عن الحب والعشق وكزا. ماذا? هدي صفحة الدكتورة? هي هو وينفع. وايه اللي ينفع? اش عايز اقول كلمة بالمصر. ايه اللي ينفع? ايوة طبعا. ويكونوا فاكرين المشايخ. اما اللي هي الدنيا تمشي ازاي? الا بالحب. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل الناس ايه? الا بالحب. زوجاته. اولاده. الاطفال. الخدم. بالحب. ده سيدنا عمر بن العاص قال انا رحت سألت النبي. من كتر بشاشة الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بن العاص. راح. ما انا احب الناس اليك يا رسول الله. بيقول بقى من كتر بشاش نبي فانا كأني انا انا هو الوحيد اللي انا اللي بيحبني. قال له عائشة. قال له اقصد من الرجال يا رسول الله. قال ابوها. يعني لو كانتش ياتوا بابوها. قلت ثم ايه. فعدد لي سلاسة عشر صحابي. فسكدت لحسن ما كونش منهم. قلت لا خلاص خليني خليني فاكر كده. الحب. نيجي نعمل كله. وهو صل انت عليكم الصلاة. وعليكم انت فعلوا. مين اللي قال ان ده الدين. الدين مزبيبة والاحية وابتاع ومش سامن. الدين فعل. الدين خلق والدين جوارح. هو ده معلم. فانقول لك ده احنا نتكلم اول ما لو كناش احنا اللي نتكلم في الحب الحقيقي والحب الصح بقى. طبعا احنا سقفنا الله عز وجل ورسوله. يعني بس يا ده مفاش كلام يعني كل واحد له حال مع ربنا صلى الله عليه وسقفنا حب الله وريضا النبي عليه الصلاة والسلام ونتجمع بقى بباح بوحت الجنة قولوا امين يا اللي كل بيسمعك. كان دلوقتي تلاتة ستمية. التنفس ستمية حلو. عضو ادعوه قولوا امين. ان شاء الله ربنا يستجيب. في باح بوحت الجنة قولوا امين. في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام مع الزوجات بقى الحريم يروحوا بقى مع النبي برضو احنا هنغضو. طيب. لكن ده لا يمنع ابدا. ابدا. من ان احنا نبقى في دون. واحنا لو ما قلناش ميل يقول. هو ايدينك ولا امانك ولا التزامك ولا اخمارك ولا انقابك ولا صلاتك ولا وقرآنك ولا قيامك. هيمنع ان احنا نقول اه 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 كلام الحب للزوج والزوج يقول ما تقوله. تقولك جاوزت بالهول. الف نهار مبروكة حبيبة تتجاوزت بالهول. تقولك عندنا خارة زواجي. عندنا مش عشر. قوله. قوله. والرجلة بتتعلم بتقولك لا ما هو لو جات مني. يا اختيبت ستقولي نوبك سواب. قولي بس هو هاي. تعلم ان شاء الله يبقى زال فل والله. قولي. هو بيعمل بالمحاكاة. تمام كده? ده جزء. النقطة رقم تلاتة. عشان بس لكل اب وكل ام. اللي عليكم. يعني اما اجي اكلم بنوتة. وبنتي يعني لسه بجامعة حبيبتي. وتيجي تقولك. انا واتكلمت في الموضوع ده قبل كده. انا بيني وبين امي بحور وجبال. انا بيني وبين ابويا لا يمكن اصلا يبقى فيه نقاش بيني وما بينه. خصوصا خلوني عشان اه الصفة الحريم دي يعني بتقزمني شوي. انت بينك وبين امك اه ما فيش تفاهم ولا حوار. ما تتجرب تفتحي. وكلميها والله يا امي الوضع كزا كزا. ويا امي انا بحبه. وانا بكره كزا. ويا امي ليه تقوليه للدعوة? تم تدعيلي يا امي. ما بالرحب. احنا مش هنغيرهم. ومش هنرميهم لان البر حاجة عالية جدا. مش منهم ولا استفزاز ولا هو ضغط علينا ولا بالرحب. ولو هي شتمت ولا دعت ولا قالت. روح يكلميها. قولي امي يا ايش بعد ربنا غيرك. ممكن يكون فكر خلاف الفكر. ممكن يكون تربية خلاف التربية. جيل خلاف الجيل. عليهم ماشي كزا طالما سمعوا طعب ما يرد الله عز وجل خلاص. مش هنغيرهم. عشان بس نبقى فاهمين. لكن نتفاعل بما لا يناقض. ما نعليش بقى من ربقاش انا ايما وصايمة وعمل قيمهم وقرأ قرآن وتيجي تضيعي لروحي مينة. لا. ويقول لاب وكل ام. هو انتو ليه بتعملو في عيالكو كده? يعني ليه تستدعي ابنك انه ما يقول امتى انا عايز امشي من البيت وامتى انا عايز اعمل من كزا? ليه? ليه نستدعي العيال ونقولهم كده? الناس ما عداها بتبصهم استغربة فاعنا احنا خلاص اللابس بسرعة جاو ملبش النار. اه الوصية رقم اربعة اللي عايز اقولها اه وانتو طلبتوها في اخر بص انا كتبته ان العالم مقبل على مرحلة حريجة. معلش انا عاملة خلطبيطة بالسلسل النهاردة بس معلش كزا معنى كده حابة اتكلم فيه. اه اولا انا انا ممكن اتكلم على لايف على فكرة ما عنديش مجاكل خالص. ماشي? انا ممكن اتكلم على لايف وقول انت اقول انت حتطولينا ليه? العالم العالم مقبل على مرحلة حريجة. اه. واحنا محتاجين نعرف اولادنا لكل ام موجودة حتى لو انت لسه بنت اخواتك. اصحاب اخواتك. احنا في مرحلة الملاحم. ودي الملحمة الاخيرة. ظنني كده يعني. وبعدين لو الدنيا ما تلمتشي. لا ده يبقى كل بلد هتجيب تكتل وبكرة تسمعوا الكلام ده. كل بلد هتاخد اللي حواليها شرقا غربا وهتبقى هيسة كبيرة. قده الله سبحانه وتعالى ينجينا منها على خير ويسبتنا ويجعلنا نربع عيالنا بما يستحق هذا الامر في الفترة دي. الفترة دي اولادنا محتاجين احنا نعرفهم عن احداث اخر الزمان. ان شاء الله انتوا طلبتم اعمل سلسلة. تمام تمام. هادي هادي. سلام سويلي مصر هالكلي. تمام. سننقض اني? نيقض اني? يوسف. يوسف? اي والله. انا ما خانوش جلد يوسف. انا نعرف اولادنا عن الملاح. ونعرف اولادنا يتصرفوا ازاي في المرحلة اللي احنا فيها. ومعركة الوعي احنا بنتكلم فيها من الفين وتلاتاشر تقريبا. او الله انا بتكلم فيها من الفين وتمانية. مش الفين وتلاتاشر بس. فاحنا محتاجين ان شاء الله ان طلبتم ان انا اعمل محاضرات وحلقات على الكلام ده. هحاول ان شاء الله نعملها. مع جزء من العقيدة اللي احنا ماشين فيه. لان انا نفسي صراحة نخلص موضوع العقيدة بما يتناسب. يعني انا نكلم على سن مسلا لحد سنة ثمان سنين. مميز يعني سبعة ثمانية. من بعد تسعة وعشرة لهم خطاب تاني اعلى شوية بس انا هاخد الفئة الصغيرة. هتولي العائلة الصغيرة الامامير القطائي دول وانا ربيهم. اكلهم الاول كده وبعد كده نربيهم تربية على العقيدة. فان شاء الله بازن الله هنعمل سلسلة احداث اخر الزمان. وهنحط فيها نقاط. وان شاء الله تتابعوا معي كل اسبوع نقطة او نقطتين. ان احنا نشتغل بها على اولادنا ونقول ايه? بحيس ان لما يعني نضع الله سبحانه وتعالى يا رب معرفش يا رب يعني الحكمة ان احنا نيجي في هذه الحكمة الزمانية العظيمة. ولكن خلينا خلينا ناخد بالاسباب والله يا جماعة. وخطوة بخطوة زي ما احنا متعودين بكل بساطة. وبكل لغة سهلة جدا جدا. واحدة بتقول لي انت شرحت. قلت لا اه شرحت اربعة من منازل السير الى الله في مدرجة السلكيل ابن القائم. بتقول لي الكلام بسيط لما انا بقرأ الكلام ده بيبقى صعب مش مش حلو. حلو انا مبسوطة من كده. وبنبسط ان الكلام سهل يصل لكل الناس يا رب اللهم امين وبسيط منبسط الدين للناس. الناس تحب ربنا ويبقى على طريق ربنا والكلام ده. اخر حاجة حابة اوصيكو فيها معلش النهاردة يعني سريع لكن ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلوا مننا على خير. اه اخر حاجة بنتي انا بوصيكو بيها في الفترة دية الدعاء. يعني اما يعد يومك من غير ما تدعي ربنا انت مش عايشة. ويا يا شباب يلي بيسمعوني بقولولي يا دكتور احنا بنسمع كلامك والامات بتقولي بعتالي ابني بيسمع وخطيبة ابني بتسمعه تمام. ادعو. هو انت ليه مش بتدعو ربنا. هو انتو مستغنيين? يعني انت مستغني عن عن انك انت تقول يا ربنا عايز يا ربنا عايز يعني ايه بقى فاكر ان الدنيا هتنجيك ولا هتنجيك. انسى القصة دي. ولا الدنيا هتنجيك ولا ولا لك علاقة بالدنيا اصلا. الله عز وجل هو مبتغاق. الله سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك. دنيا واخرة. والدعاء مستجاب. يا يستجاب في الدنيا. يا ربنا يشيل عمك بلاء فيه. يا يخله لك للاخرة. انتو فين من الدعاء? فترة جميلة اللي احنا فيها فترة رجب دي تحفى فترة الغرس وانك تنضى في قلبك. انت وهي. بالله عليكم يا جماعة. ما يعد يوم يا كل بنت بتسمعني. ما يعد يوم من غير ما تدعي ربنا. عملي لك لستة كده. مكتوبة على الواطسة او على النوتس. وعمل اللستة ديت وتعالي. يا ربنا عايزة كزا وعايزة كزا وعايزة كزا. يا رب احضيني كزا وعطيني كزا. عشر عشرين تلاتين مية. انا اعرف اخت وتعلمت منها الكلام ده. يا استاذ الدكتور في جامعة كدر جامعة. وعندها سبع اولاد. ماشي? وعملالي عقدة في حياتي بسبب. انا انا ببعوز اخد همه اتصل علي اقولي لا با قوليلي كده ايه الوضع? انا اهمتي راح. انتو كمان اعمل لكم نمازك. اللهم بارك اللهم بارك. علمتني ان انا اكتف ورقة في رمضان ولسه معي الورقة دي وبقول لي زوجي حطها في الكفن بتاعي. ورقة دي تحط في الكفن بتاعي. فيها مية دعوة. وجي قلت لها ايه ده معقول? اه هكتب مية دعوة. والله والله. ما عهدنا دعوات رمضان ولا الايام المفترجة ولا شعبان ولا رجب ولا حتى دعوات يوم الجمعة. في دعوات يوم الجمعة. ولا حتى دعوات يوم الجمعة. او حديث النبع والسلام. دعوت الاسنين والسلساء فستجيب ليه الاربعاء. كل الكلام ده حديث بس احنا الغفلانين. انتو فين بقى من الدعاء? فين اوقات الدعاء? فين وانت ما يعدي يوم ابدا انا محتاجك يا رب. انا محتاج تعمل لي كزا يا رب. انا مليش غيرك يا رب. والله انا مسكين يا رب. اخضيني كزا وكزا يا رب. يا سخر للقلب الفلان يا رب. سخر للأسباب يا رب. وانت ربها عاطيني بدون أسباب. انتو فين من الدعاء? اللي عايز حاجة من ربنا. اللي عايز حاجة من العبيد. اللي عايز حاجة من الكون كله. الدعاء. ينفع عبد مسلم يقول له ربنا انا مستغني مش هدعي. اصلا انا باخد بأسباب الدنيا وخلاصه ماليش وكزا اصلا انا عندي الدنيا واحد زايد واحد يساوي التين مفيش كده. مش كده ده احنا فتن للدهيماء مش عايزين نتكلم. احنا في وقت صعب. لو ملكش حال مع الله انت ضايع. لو ملكش كل يوم وردة ثابت من الدعاء انت ضايع. فانا بدعوكم. وخلي النهاردة بازن الله بازن الله يا رب بداية عهد جديد ما يعدي اللي اربعة تلاف ونص اللي بتفرجوا عليها دلوقتي ما يعدي يوم اللي عليكم. طبعا مش يعني انتو في حل. انتو في حل لو ما عملتوش. يعني عشان ما حدش يقول لا. لكن انوي كده مش قادر. ولا هتقوم انت تعمل وانت على سجات الصلاة وانت نايل. وعقلك وراسك كده في قلب السماء يا رب يا رب كزا وكزا. نم يا عم وانت بتدعي. لكن ما عديش يوم وانت مستغنى عن ربنا. انتو عارفين اللي ما بيجيش ربنا ربنا بيقول له ايه. يعني انت مش امورك في الدنيا اذهب بقى انتو هي. لكن لا الله يحب عبده اللحوح. احنا عندنا اكتر من حلعة اليوتيوب بتتكلم عن اسباب اه وقت الدعاء. والدعاء المستجاب. والاوقات المباركة. والاماكن المباركة المقدسة اللي بيستجاب في هذا الدعاء. وايه افضل الادعية. والادعية الجامعة. اللهم نسألك من الخير كل عاجلي واجلي ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كل عاجلي واجلي ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك من الخير كل كل ما سألك عبدك ونبيك محمد. ونعوذ بك من الشر كل كل ما عزبه عبدك ونبيك محمد. اللهم اسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوان ورب راد عنا غير غضبان. ادعو بالكلام ده. اللهم انسألك الجنة من غير حساب ولا سبقة عزاب. اللهم من القبور على الجنان على طول. عايزين كده. وصحبة النبي بقى عليه السلام وصحبة السحابة وحيسة في الجنة بقى. ونبقى نتقابله بقى. يا رب استجيب لكل حد يا رب ايه والسان. اللي عايز زرية صالحة. اللهم ارزقكم بالزرية الصالحة. انا فضلت ادعي الاخت خمستاشر سنة. لسه ربنا رزقها ولا تدخلوا ما ده فرحتي. فضلنا اللي بيوصينا. يا رب اللي اللي عايز ربنا يشفيه. اللي عايز ربنا يعطيه زرية صالحة. اللي عايز ربنا ينجحه. اللي عايز زوجة صالحة. ادعو يا جماعة. ادعو. خلاص بقى. فعليكم كده يا رغينا كتير. تنسوناش من الدعوات. والقاكم بقى ان شاء الله موعدنا بكرة في اول اسبوع. سبت وحد واثنين وثلاثة. ساعة تسعة. مباشر توقيت مباشر على توقيت اسطنبول. هتلاقوا على الصفحات. ارقاكم على خير. على السلام. مع السلامة. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.